بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنتمنى تكونوا جميعا على خير وبخير في صحة جيدة بإذن الله في هذا الفيديو سنرى ما هي الخصوصات المفتوحة بالإجازة المهنية في المدرسة العليا للتربية والتكوين بوجدة على مباشرة في البوابة كان وجد هذا الإعلان بالنسبة للموسم الجامعي 2022-2023 يعني يبدأ من 20 يوليوز وغير ينتهي 31 رشد 2022 وغير يكون عبر منصة إلكترونية وطنية محتركة ما بين جميع المدرس العليا للتربية والتكوين جميع المدرس العليا للأساتذة كلية علوم التربية والمدرسة العليا التقنية بالمحمدية هنا ديرين نشرة ديال المذكرة الوزارية المنظمة لولوج الإجازة في التربية هنا بالنسبة للتخصصات المفتوحة هنا هنا فورماتسيون فورماتسيون إنيسيال هناك ينفع تعليم الابتدائي الإنجليزية بالنسبة للمعلوميات تعليم التانوي المعلوميات تعليم التانوي الرياضيات فيزياء كيمياء وعلوم الحياة والأرض هذه هما التخصصات المفتوحة في الإجازة في التربية هنا بالنسبة لعدد المناصب أو عدد المقاعد المفتوحة في المدرسة العليا للتربية والتكوين بوجدة هناك بالنسبة للتعليم تدائي 432 مقعد هناك بالنسبة للأمازيغية 718 مقعد هناك بالنسبة للأمازيغية 3045 بالنسبة للسيونس انديسقية لبور الانجينيور 142 بالنسبة للإنجليزية 90 مقعد بالنسبة للرياضيات 6 بالنسبة للفيزياء كيمياء والسيونس بالنسبة للعلوم الحياة والأرض هذه هما التخصصات وعدد المقاعد المفتوحة بكليات علوم التربية الموجودة بوجدة هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو كنتمنى التوفيق للجميع لا تنساوش إذا أعجبكم فيديو دعمي بإعجاب للفيديو إذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة لا تنساوش دعمي باشتراك في القناة لأنه بدعمكم نستمر تفعيل الجرس ليس لكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته